معانا مونة من القاهرة مساء الخير كيف سعر النور اهلا بيكي كل سنة وانت طيبة اهلتك طيبة مستي اتفضلي بس اهلتك انا اول مرة اتكلم برنامج بس فعلا ومش هتبع اخر مرة صح اه فعلا اه بس فعلا هك انك بتحكي قصتي بالزبط ياه اه والله القظيم فعلا يعني بس اهلتك انا مشكلتي ان انا كنت اعرف جودي قبل الجواز وقبل الخطوبة وعرف ان هو بيشرب مخدرات وقفت جمده كتير لغاية ما بطلته حاجات كتير وبعدها كده اتخططنا وتجاوزنا بس هو صدر مستمر مستمر وبس على واحد ان هو هيبطل كل مرة اه قبل ما اتجاوز هيبطل قبل ما احمل هيبطل قبل ما اولد هيبطل لغاية ما لباتي عندنا بطفلين وانا غاية دباتي برضو نفس الكلام انا من جوازة بقليه عشر سنين تمام طيب انت عايزة ايه او انت شايف حياتك ازاي دلوقتي هل قدامك اختيارات؟ لا انا وقفت جمده كتير جدا تمام اه مفيش اي امل يعني هو وبعدين الماضيع كبرت قوي وبقى فيه مشاكل اهله اهله يا مونة مالهمش سيطارة عليه اه لا انا دلوقتي اشارتين هو يتعالج هو انه هم مش راضين انه هم يعالجوه عشان خاطر ما يتفاوش فلوس اه فانا دلوقتي وقفة عالطلاق انت عايزة تتلقي انا عايزة عالطلاق لان خلاص انا لا بحترمه ولهو بيحترمي وبيمد ايده علي اه بقيت اشتمه بقى يحصل حاجات كتيرة جدا قدام الولاد يا مونة اه انت شايف انه اكيد ده كان له تأثير سيء جدا وسالبي جدا على الاطفال مظبوط اه اكيد طبعا نفسيا ولادك كويسين ولا فيه مشاكل لا فيه مشاكل الولاد دلوقتي نفيتهم زي زفته وانا كنت بحاول ان انا احتويهم بس طبعا شايفين انه الاب يضرب الام والام بتشتمل الاب بقى فيه دلوقتي ما بيننا مشاكل جملة جدا تمام تمام دكتور متحط اه طب بس يا مونة مونة عادة اتقالك سؤال يا مونة خدر خدر ظهر حد برضو في حياتك كده اه تمام طيب ده السبب دلوقتي اللي بخليكي مشجعك تطلب الطلاق نا طيب ضميرك مرتاح ضميرك مرتاح انك بزلت المجهود الكافي انك تغليل بر الامان وفشلتي اه مطمئنة نفسيين لكده اه تروح تطلعي انتي مبسوط قوي ليه كده دي بتيضحك ما صدقت يا مونة لا استني استني لان انا عندي نقطة الاطفال لا انا اعلنت خمس نقط قبل كده تمام الادمان والادمان اللي هو مع المحاولات وايعود مرة اخرى خلاص لا اطاقة عليها بيه بالزبط هياخد الفلوس وهيصرف الفلوس دي وهيجوعو وهيحتاجو وكذا مرة اتنين الضرب المبرح والاهانة دول مرفوضين تمام بس فعندها اتنين من خمس اثبات الخيانة تدبعهم البخل الشديد ممكن يكون نتيجة لو ادمن وصرف فلوسه على الادمان هيبقى بخير عليها وعلى بيت وممكن من غير حاجة في ناس كده بطبيعتها بالزبط كده والضربه اللي هنا كمان يعني اللي توقف جنبك ايه ما اوطى اقول لها حداتك عليها توضل هو ما بيستغلش نبدئيا وهو شغله بيبقى نفسه يعني انا اهل هو اللي بيصرفه علينا هو بيفتعل لنفسه ما بيصرفش على الديد خالص طيب يا مونة هل تضماني انه الاخر اللي هو دخل حياتك اولا هل هو ملم بظروفك كلها فاهم كل تفاصيل حياتك لا لاحظة واحدة انا عايش انا قاسف لا احسن اتفهم غلط استني اه ما هو هو عا تفهمي كلام انه بقولك روحي اتطلعي وتجوزي التاني ما هو دالا انا بتكلم فيه اه ام لا اتطلع الاول اكبر غلطة ممكن تعمليها في حياتك ام انت لا في حالة نفسية ولا تعرف التاني على اصوله زي ما قلنا ممكن يكون بيدعي بالزبط استغل الوقت بس لا انا قاسف انا بس بصحح الكلام انا عشان احسب عليه انا مقلتلك انك انت تستحقي ان تطلب الطلاق اللي عندك درر عندك درر واضح تمام ولكن قوع يزينلك الشيطان الاخر لان الشيطان يمنيك بالمفؤود عشان تكره الموجود ام فالمفؤود في التاني الجديد اللي ظهر ام والموجود في الحالي فالتاني ابرز منه واحلى منه وبيديك الكلام احسن منه قوعي كتا يا بنتي لا خدي قرارك وخدي وقتك والتاني لو بيحبك يستحمل وقوعي تسلميه بصي انت حصن الغاد دلوقتي خدي قرارك تماما وقعد في بيتك معززة مكرمة فترة تهدتك ودرسي المقامر تمام فهمانا يا مونة اشتركوا في القناة